مرحبا من عالمي كأوم نقدم اليوم بريوش خفيف محشي بفاكهات خوخ وتمر لذيذ جدا خفيف نشوفه مع بعض المقادير ثم طريقة التحضير بسم الله عندي المقادير عندي مننا مقادل عجينة نحتاج 5 ملايق زيت عندي دقيق نشوفهم بعد شحال عندي هنا عصير برتقال 125 ميلي لتر حبابيت 50 غرام سكر ملعقة صغيرة خميرة خبز وملعقة صغيرة خميرة حلوية عندي فقرص عمرح وفانيلا وهنا للحشو عندي مربع هذا مربع عنب اللي مزوفر عندكم عندي هنا زبدة طارية باش نطلي عندي هنا حبة خوخ مقطعة الى قطع صغيرة وعندي هنا أربع حبة صمر مقطعة ايضا الى قطع صغيرة بسم الله قبل ما نبدأ في الطريقة عندي هاد القوالب اللي رح نستعملها ندهنها بالزبدة ونرشها بالدقيق ونحطها في المجمد بيض من نكمل الوصفة يساعدني من بعد باش نحي اللي بغيه اوش تاعي بدون اي مشكل بسم الله نحط العاصر مية ومسا وعشرين ميلي ليدر عاصر بورتقال ولا خوخ مش مش نضيف السكر خمسين غرام مش كتر اللي يحبين نقص لأنه ما نضيف المربع الخاميراتين الفورية والكيميائية نجيب الفورية بسم الله تخلط يداوياً قبل يعني بالفورية قبل بالمدرب اليداوي نكسر حبة البيض نضيف الفانيلا اللي يحب مبشور بورتقال ممكن ايدا ما عصير بورتقال ولكن الفانيلا والمد اكتر قبل نضيف الزيت قلنا خمس ملاحق بسم الله واحد اتنين احسن اربعة وخمسة اختنم الفرصة لأشكر متتبعي قناتي شكراً شكراً على وفائكم على وفائكم بالأحرم نخلط ملاح الزيت طبعاً مع باقي المكونات هايلا فاني شكراً معاد قرصابرك بس ما عندكم نزيد الفواكه وهذه بش ما ادواء ما تكونش ورشة ملح طبعاً ضروي نخلط هادو ومبعد نبقى نضيف الدقيق شيئاً فشيئاً هنا هاد الكاس تعرارة في 300 غرام الى ما يكفيش نضيف طبعاً الدقيق كل مرة وعلى حسب النوعية بسم الله بليد فقط ما تحتش خدمة ولا دل كله هاد العجينة ونتيجة جيدة ما شاء الله بريوش بريوش خفيف يقدم في فطر الصباح لومجا اه اذا خرجنا نوزها لمعله واستعملت هاد الفاكهتين لانه طبعاً يقولوا الحاجة ام الاختراح ولادي ما يحبوش الزباب اه يعني عادة نشوف ولا بغياش اه بالزباب ولكن ولادي ما ياكلوش الزباب ياكلوها جدك ولكن في الحالويات ولا ما ياكلوش فيحبو الخوخ ويحبو الصمر اللي يعني فان الطبخ ما فيهش حدود المهم اننا نستغل ما يتوفر عنا في البيت من الافضل انه نقدمو حاجة لولادنا نقية هننضيف الفارينا هتا ثلثنيات غرام ما كفاتش زد ونشوفو سأترك المقادير بالضبط في صندوق الوصف اسفل الفيديو بدأت تتجمع العجينة تكون يعني متماسكة وتبقى خفيفة نقلو العصير والخميرة الفورية هاكذا اجتمعت معناتها الوصفة خدت لربعة وثلاثين غرام من الدقيق الأبيض من الفارينا وطبعا نعود نكررها لحسب الدقيق الأبيض هذه الوصفة ربعمية وثلاثين غرام عجينة جيدة متماسكة هكذا نتركها ترتاح على الأقل عشرين ساعة عفوا عشرين دقيقة عشرين دقيقة كافية لترتاح هذه العجينة ونعبدو نرجع بإذن الله مرت عشرين دقيقة حتى نحلها على شكل ملاح نحلها رقيقة يعني 2 ملي متر مش أكتر نقص المستطل تار هاد الزوائد نبعن ونستعملوهم تحجم الترمى إذا ما نستعملوه هاش الآن ممكن أن نخبي هاد الزوائد في كيس بلاستيكي غذائي طبعا ونخليها في المجند منها اللي نحتاج نجبدها من قبل ونستعملها سواء في هاد الوصفة ولا يعني سوف نرى نخليها على جانب أنا دوك نعود نستعملها بإذن الله كنكملها نبضيها مش مهدي نرسد هاد الزوائد تاعليرها بدرجة حرارة المطبخ طارية يعني حوالي ملعقة كبيرة هكذا نطلعها ملاحة المستطل تاعل تاعل المرغارين سوف نرسد نحاول منسا اي شي ها ها جدا كلش أنا عاود نرفض المربة هنرها متوفر هندي مربة العينب صنع بيدي حمد الله محب كلش نخدمه بدي يعني قدر المستطل نطل ثاني فوق الزبدة على كامل المستطل لهذا يعني يستحسن خمسين غرام سكر في العجينة انظن انها كافية لا اكثر اللي تحب تنقص لما تخاف معليش ثاني لأنه المربة والعصر ثاني حلو بسم الله معليش هذا كافي لبش يعطي يعني نوع هذا كمباد وكأنها تتكرمل تعطي كلك عغامل هذه المربة مع الفواكه ذوق جميل حاول نوز عملاح الزمر ممكن طبعا مش مش مجفف زبيب هو يعني الشائع في البريوش كل وحده المهم هبابة شغولة لمالا اللي متوفره كل مرة ما دمينا ننوق انضيف حبة الخوخ المقطعة إلى قطع صغيرة حبة الخوخ تكون يعني متماسكة تساعد أكثر هذا ما كان نحاول بسم الله بسم الله اللف هات الزربية يعني تساعد بالله في الحلويات كتير في العجن معجنات هكذا ونلفها عادي عجنة ماسكة ما شاء الله بسم الله حكذا نجيب نجيب السكين نجيب القوالي بنتاعي نخرجه من المجمد اللي كنت خليته ونقطع ونشوف بارد مجمد هاد الحاففة نقطحها نعون نستعملها بسم الله يعني نقطع السكين يكون حاد من الأحسن ونرفض بالواحد ونحط القوالب هكذا في كل واحد هادي مرات كي نحب نقدمها في فاطور الصباح نحضر الكيفية في الليل هاكذا نحضرها في القالب ونخليها ترتاح في البرات ليلة كاملة معليها والو الصباح نسخن الفرن التاعي نجيب دهم الفران نجيب القالم الفران يتسخن الفرن مدة 15 دقيقة ونطبخها في الفرن يعني هذا يريد يستحسن لما يستهلك يعني يتافئ في الوقت نفسه يكون الذوق أحسن هاكذا ونخليها ترتاح يعني على الأقل ترتاح ساعة ساعة ففي المطبخ نغطي هادي لكونا حابين نطبخوه في الوقت نفسه وإلا إذا كان المساء هادي يترك في البراد يرتاح يخمر العجينات واللي طرية نتيجة كل مريحة كل ما تكون أحسن وهدوك اللي بقات للعجين وهدوك الزوائد نستعملهم الآن نشوفوا معا بعد هاكذا نحلها يعني مش شرط تكون طريقة يعني نحلها المهم رعندي هنا قطع الشوكولة لأنه الفواكه استعملتها كامل نقطع هادي الشرائح يعني نوع من المستطيلات حشوائية نحط مربع الشوكولة ولفهم عادي باش نستعمل العاجي كل شي يستغل ولكن هادو ما رحيش نطبخهم اليوم رح نكيمراهم نخبيهم في المجمد نغطيهم طبعا بفين ما يعني بكيس بلاستيك غذائي النهار اللي نعرف أني حاب نطبخهم نحيهم المجمد يعني نخرجهم من المجمد طبعا نساعد من قبل قد ما يطرعوا ونسخن الفرن ونطبخهم عادي وتكون نتيجة أيضا جيدة وكأنهم كأني صنعت العجينة الآن هكذا المرأة يلي يكون عندها وقت مثلا في عطلة نهاية الأسبوع خاصة النساء العاملات هكذا يحضروا دي بغيوش خبز ويخليوا هكذا يعني يجهزوا هكذا ويخليوا رح نوري في المجمد ونهار اللي يكونوا مشغولين يكون جاهز برك يخرجوا من المجمد يخليهم يرتحوا قليلا ونبيطيبوهم هكذا نفرق بيناتهم طبعا يعني كي يجمدوا نقض نحي من هدل الغيطة ونخبيهم حتى المملحات ممكن من السطريق نحضروهم من قبل ويوم الطعي يكونوا جاهزين نقضيهم بلاح طبعا حاول نفرغ الهواء داخل يعني اللي كان داخل الكيس كل شي تغطى ونخبيهم ونهار ليجي نهارهم مرحبا البريوش تح يرتاح كان هاد الفكرة قبل ما ندخلهم للفرن نرش نرش قلينا بهاد هكذا بالماء هاد الماء رح يتبخر داخل الفرن ويساعد على انتفاخ البريوش حتى الخبز هالطريقة توالم بعد مرور 25 دقيقة رحهم تحمروا ما شاء الله خرجتهم من الفرن نحاول هاو ده شكل الله يبارك كأنهم أظهر هكذا يتنحوا بكل سهولة نحطهم على الشبكة طبعا باش ما يتعجنوش يبردو يعني على مهلهم و ها بدنا ونقدموهم طبعا مع حليب ساخن بالشوكولة قهوة حليب كلها وذوق هاكذا بريوش نتعنا المحشي بالخوخ والطمر فكرة يعني على حسب اللي كان متواجد عندي في البيت ربما ده كانت عندي فواقه أخرى لمالا كلش ممكن في فن طبخ ممكن تزينيها بشوكولة لحب الأطفال أن تبلي هاكذا كافية ما شاء الله شكرا شكرا إلى اللقاء